بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيد الرئيس أننا نرحب بعاية الوزير والطاقم المتميز المرافقه ونختلف ثمّاً تقديم هذا القانون لسد ثقرات القانونية الموجودة في حماية المستهلك ونرى أن يتضمن نقاط مسائل مهمة جديدة كيف تنشاء سرك في الوضع العومي الذي لا يعود يعناه بالرقابة وحماية المستهلك وهذا سرك أطعاد موجود في السابق التسعينات كيف تنشاء مفاتيشين الخزانة ومفاتيشين الضرائب وتم العدول عنه بعد انتهاج الليبرالية في سنة التسعينات لأنه عنه ثمّاً إنشاءه مجديد وكذلك من ضمن النقاط المهمة التي هي النظام الصارم من براقبة الجودة والسلامة والأغذية ومكافحة المنتجات المنتهية الصلاحية ومجهود المكونات وصندوق التدخل للتدخل للحماية المستهلك وهذا مملي نقطة مهمة نختلف الآن ثمّاًها وهنا مملي نقطة تنظيم السوق اللي هو بعد قاع مربط الفرص المهم فيطار الملاءة مبين لحماية المنافسة اللي هو بعد مبدأ الموجود على مستوى قانون المدونة التجارة وكذلك تحديد الأسعار وتحديد المخزون الغذائي وهذا هون سيد الوزير نختار نطالب منشاء شركة كيف وشركة صونيماكس ورجاعها من جديد بإلي كان عندها دور فعال ومهم لتحديد الأسعار وتحديد المخزون الغذائي بإلي هاي المنافسة الليبرالياءات موجودة اللي يتعود دولة ما عندها آلية اللي قد لا يتساعد في هذا اللي يتعود فهم حقاً المضاربات ويعود فهم مخزون الغذائي يعود ما هو موجود وبذلك طار نختار المملل نطالب حقاً الحكومة تسعى في شين قالوا الاكتفاء الذاتي في المجال المواد الأساسية به اللي كما يقال لا حرية للشعب يعيشوا موراء البحار شن اليوم كيف قلتوا سيد وزير هارد مداخلتكم لأن يعود فهم مشاكل الطلبات على مستوى الميناء لمستوى الباخرة ما يقدر ترسوه مادة البطاطس وما يقدر تنزل وكذلك الشاحنات جايين من شوى المغرب يعني نعود هون عند المشاكل للتموين الغذائي وهذا يحاصلنا عندنا مياه حقاً نهر كبير وعندنا أراضي زراعية ونفكروا حقاً تنفع عندنا سيادة واستقلال على مستوى الاستقلال الذاتي وهون كذلك نختار معاياً الوزير نتسوركم بصق عضو في اللجنة الوزارية المكلفة مكافحة كورونا شانية الخطة لعن الحكومة الآن لتخفيف الإجراءات على مستوى المواطنين الحالية به اللي هون المواطنين الضعاف عادوا بحقاً بين مطرقة الخوف والوباء كورونا واحترام القوانين الدولة خاصة على مستوى حضر التجوال وتدخل بين السفر بين الولايات وبين المطرقة بين السندان كذلك من الفقر والجوع به اللي هذو الباعة الضعاف اللي ما تلاهوا يقدوا تاج ولا تلاهوا يحركوا حقاً نتوقع عنهم الحال نختلوا تخفيف يعود تعود فهم مثلاً بقاية يقرنهم ما ليعود فهم تخلوه المواطنين وهون معاين وزين نختلنا نذكر من استفادة المواطنين في الداخل على أنهم ما استفادوا من هذه الإزراءات المصاحبة اللي خلقتهم في النواكشوط نهارنا خطاب رئيس الجمهورية والحكومة نشكرهم على هذه العسينية المسلة اللي يقسمون هارنا غير الداخل ما أحضر فيها وفي الوقت المملي لأولويات برنامج نهارات خلقت اللي خلقت داخل ما خلق نختلوا حقاً يعود فهم توزيع مثلاً شفاف يعود الناس تفاد منه لمستوى الداخل وهون أخيراً قضية برنامج العلف وأمل للناس تعادت اليوم من أربعة وماية ومزادت لحد الآن ما هتستفاد منه وقال نفهم ثمانية وثمانية وثمانية لفطين نختلوا الناس تفاد منه وتم توزيعه وتقسيمه أخيراً نختل نطالب تخفيض البنزين لأنه ليعود البنزين سعر البرميل اليوم المصال 2018 سعر وهو هذا كان 98 دولار المستوى 2011 لهتم تحديل التسعير الحالية نختلوا حقاً يتم تخفيضه يعود العرض والطالب يعود متوازن على هذاك مرد هنا اشكركم ونطالب مصادق على هذا القانون والسلام عليكم شكراً لكم